موضوع الأسبوع عن اختراق الحسابات عبر الإنترنت طبعاً اختراق الحسابات أسهل مما يدركه موظم الناس موظم الناس بتفكر أنه والله أنا باسوردي صعب وما حدا بيقدر يخترقه والهكر صعب يخترقه لا خطأ أنت مخطئ اختراق الحسابات أسهل مما يدركه موظم الناس وكتير من نسمع بهالأيام هذه الأيام خصوصاً عن شركات صايا مع تصرر بيانات تصرر بيانات وباسورداتها كلها انكشفت بسبب هجمات يشنها الهكر لأنه لهالأسباب ينصح دائماً لتغير كلمة مرورك من فترة لفترة يعني كل شهر كل فترة تغير كلمة المرور تبعك على أي حساب حساب الجوجل أو أي حساب حساب الجوجل أو أيام إذا نبدأ من هذا الموضوع أريد أن يقالكم الذي يفكره بأنه باسورده سهل ولم يستطيع عمله على الهكر أنه مخطئ الهكر يستطيع أن يخترق أي قهو باسورد بكل سهولة دعونا نفهم ما هو الطرق التي يستخدمها الهكر لحتى يهكر الحسابات لأنه إذا لم تفهمت الطرق، يمكن أن الهكر يخترق حسابك بكل سؤولة نبدأ بالطريقة الأولى التي يستخدمها الهكر وهي طريقة المعجم أو طريقة القاموس طبعاً، أنا مؤصد بالمعجم الذي هو معجم المدرسة، لا أو معجم اللغة العربية أو أي معجم، لا هذا المعجم هو عبارة عن ملف صغير يحتوي على باسوردات على باسوردات الأكثر شيوعاً، يعني لا أعرف بالضبط كم باسورد لكن باسوردات يستخدم الناس أكثر شيء وكما ترون في الصورة واحد في الصورة واحد يقول لك هنا أكثر 25 باسورد يستخدمون الناس أكثر شيوعاً هؤلاء باسوردات يستخدمون الناس أكثر مثل 123456 كورتي، باسورد، أدمن، وإلى آخره وهلو وفوتبول مثلاً، وإلى آخره نشيل الصورة بس بعد فشل الطريقة الأولى، وهي طريقة القاموس أو المعجم، الهاكر يلجأ لطريقة ثانية تشبه هذه الطريقة لحد ما، لكن أقوى، وهي طريقة هجمات البروت فورس أو هجمات القوة العمياء هذه الطريقة يستخدم الهاكر خوارزميات معينة، تولد حروف وإرقام ورموز، لحتى يطلع مع الباسورد، وكما ترون في الصورة 2 هلقبان قفوة العمياء؟ هنه قاعد الخوارازمياء بتولد، لحتى آخر شي، هل تروني، هتطلق أنه الباسورد تبع المستخدم مستخدم P-A-P-N-S-S-W-O-R-D هلقد أن يطلعون؟ هلقد أن يطلعون؟ هلقد عرف؟ كثير من الناس لاتهندسي لم تتخيلون كم هذا هو سهله بحثت عن لستة بعض الباسوردات في مواقع يطلع لك كم يحتاج الكمبيوتر العادي عشان يقوم يطلع باسورد معين باستعمال بروت فورسنك صراحة أنك تتخيل قديش أنه سهل جدا أنك طلع باسورد بشكل تلقائي بروت فورسنك ويولد بشكل سريع مو يولد باسورد بعد 10 دقائق باسورد لا كل ثانية باسوردين تقريبا يعني بيولد بطريقة سريعة جدا قد شفت حتى تحتاج لك بس معالج كويس كفاية وخذلك من 20 إلى 100 باسورد بالثانية حتى 200 باسورد هذا خلاص أودع حسابك أو اشتغل على الباسورد زين الدقيقة بيكون مولد 6000 باسورد تقريبا طبعا هذه الطريقة مو ضرورة تنجح مو بالضرورة تنجح لأنه ممكن المستخدم يستخدم رموز مو موجودة بالخوارزميات مثل مثلا رمز الدولار أو رموز تاني مثل الهاشتاغ أو رموز والآخر بعد فشل الطريقة التانية بيلجأ الهاكر للطريقة الأخيرة وهي طريقة الهجمات التصيد الإحتيالي أو هجمات الفيشنج بهذه الهجمات بيعمل المخترق أو الهاكر بيعمل مواقع خبيثة تشبه المواقع للمستخدمه وبهذه المواقع بيقول لك والله فوت ادخل على الموقع وحدث بياناتك وستلم طليبية أنت جايبها مثلا أو ادخل نحن بدنا نحط لك أي شيء ودائما بتصير معنا طبعا يعني صح؟ بيصير معنا دائما أنه بيبعت لك على الواتس اوب ولا على أي شيء بيبعت لك بيقول لك ادخل على هذا الموقع وحدث بياناتك بشان كذا 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 أي شيء يريد أن تنرد الصورة أيوة متل ما شايفين هاي طالب بالجامعة انبعت له رسالة أنه لازم يحدث بياناته بالجامعة تابعه ولا بيطلع من الجامعة طبعا هذا الشيء ما بيصير يريد أن نشيل الصورة بس اوكي ويعني بعد فشل طريقة الثالثة بيكون تقريبا الهاكر ما له طرق تانية بيكون أنت خلص يعني قدرت تحمي حالك من الهاكر فإذا حدا بعت لك أي لينك بيقول لك فوت وتأخذ بلاستيشن مثلا بريال يعني ما تحاول تدخل عليه وأنا حبيت من خلال موقع PasswordMonster.com هذا الموقع يتحط له Password وهو بيحط لك المدة اللي بده للهاكر يخترقه كما ترون بالصورة أربعة حتى طلعه Password كما ترون S at LIN 787 وكما ترون يعني أقل من ساعة والهاكر بيقدر بيخترق لي يعني 8 و50 دقيقة و54 ثانية يعني شيء رهيب قاعد أجرب الآن الموقع دخلت فيه أكثر باسورد مستعمل لـ إيش الواي فاي أو الآن أنا عندي راوتر أكثر باسورد مستعمل اللي هو من واحد لما ثانية واحدة ثة 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 ثمانية كم يحتاج عشان يفتأيين خرق ثانية اثنين نانو ثانية نانو ثانية يعني أخذ لك ثانية قسمها عشر مرات ثم نخذ الجزئية هذه قسمها عشر مرات مرة ثانية خذ لك جزئية كمان قسمها عشر مرات مرة ثانية ثم نقسم هذه الجزئية ألف مرة الآن بيطلع لك هذا نانو سكن تحتاج اثنين من هذه عشان يخترق الباسورد حقك الكمبيوتر العادي أريدك تكمل الكتابة ألا وخلاص أعطني فوزان أعطني مثال الباسورد على الشريعة أجربه ممكن من واحدة ثمانية زي ما ذكرت أو غيرها يكون اسم الشبكة نفسها يعني بعض الأحيان بعض الأحيان يكون إذا أنت رايح مثلا فندق أو رايح أي مكان تكتب الاسم عنوان الشبكة نفسه تكتب الباسورد يفتح معك أريدك تعطيني باسورد الآن أجربه على السريع طيب جرب مثلا هوتل واي فاي هوتل واي فاي دقيقتين يحتاج دقيقتين عشان يتم اختراق طيب قلت لي يا سليمة جرب كورتي اللي هو أول صف من الحروف على الكيبورد كورتي خمسة ميلي سكند يعني قسم يعني مو أكتر من نانو سكند بشوي قسم الثانية ألف مرة وخذ هذه خمس مرت بعد ما حتى طولها الباسورد اللي هو اس أات ال آي ام 787 يريد تنشال الصورة حتى طول حتى طولها شوي ترموز بس اللي هو هاشتاك حتى طولها علامة استفهام دولار بالمية ايوة بالمية اس أات ال آي ام 787 يريد تنعرض الصورة خمسة يعني شوفوا الرومونز اللي حطيته حطيه حطيه اللي الباسورد قوي جدا و بده خمسة تلاف سنة اللي حطيه الهاكر يخترقه مع السلام بهاكر خمسة تلاف سنة وبشوفه طيب عشان تاخذهم فكرة كمان زيادة عن كم وقتها رح يحتاج ياخذه كتبت مثلا اس اي سي يو آر اي اي تي حروف اي حروف اخذتها هذه رح تاخذلك تقريبا حوالي عشرين ثاني عشان يتم اختراقها باختصار حاجة مهمة تحط في بالك اذا انت بتحط حروف بس على الاقل على الاقل حط لك خمسة عشر حرف اذا بتحط حروف بس تبغى تصعبها وتصيرها افضل لك بدون ما تاخذ مساء بدون ما تخلي البسور طويل مرة وصعب حفظه حط حروف خاصة وكل ما الحرف اللي خاص هذا يقل استعماله اكثر يعني دالما استعمل لي علامة تعجب اللي غالبا كل الناس يستعملونها استعملك مثلا فاصلة علامة الاستفهام صراحة ما عمري شفت احد يستعملها لكن علامة الاستفهام اذا حطيتها لحالها رح تاخذ 200 ضعف الوقت اللي رح تحتاجه عشان تختار من واحد لما ستة عشان تاخذ فكرة عشان تاخذ فكرة قديش علامات الاستفهام والرموز الخاصة رح تزيد قوة البسورت حقك كمان ممكن تخطل على المادة مثلا بالحروف الانجليزية مثل ما بنعرف الحرف اللي بكون كبير كمان ممكن تخطل على المادة مثلا تكتب اسمي سليم S A L I M كمان ممكن تخطل على المادة كمان ممكن تخطل على المادة تقريبا اقل من او اكثر من ثلاث معلومات اسمك هذه الاشياء حاول انك تستبعدها وايضا زي ما قال سليم تضع احرف كابيتل وسمول و اوقام و اشاوات وهذه الاشياء ايضا رح تصعب الاختراق وايضا انك تغير الباسورت اكثر من موة في السنة طيب شكرا وهذا مكان موضوعي موضوع يعني مهم جدا لازم كل الناس تنتبه له وشكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم